السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب. ده فيديو جديد على قناة مستر محمد ديب. اه الفيديو ده هنشتغل فيه مع بعض يونيت سيكس عندنا ويونيت اه سيفن مع بعض. لان هما الاثنين درس واحد بيتكلم عن الاكتف والباسف. طبعا السنة تالتة الاكتف والباسف من الدروس السهلة اللي احنا خدناها كتير. فان شاء الله بالنسبة لنا يبقى الموضوع بسيط. الاكتف يعني المبني للمعلوم. الباسف يعني المبني للمبون. زي ما كلنا عارفين ببساطة كده لو اي جملة بتبدأ بالسوبجكت الفاعل. يبلك اي مسال يقول لك علي مسلا. ووشز زكار افريدي. علي بيخسل العربية كل يوم. ادي علي ده السوبجكت الفاعل ووشز وزكار المفاولة. لو انا عايز حول الجملة دي باسف زي ما احنا كلنا عارفين هابتأ بالزكار. اي جملة بحولها مبني بمجهول بابتأ بالمفاول. يبقى زكار. وفي الاخر طبعا باي علي بواسطة علي وممكن ما اكتبهاش براحتي بواسطة علي. طيب. انا كده عملت معاص جبت المفاول في الاول جبت الفاعل في الاخر. يبقى الشغل كله عندي هيبقى في الفاعل ازاي حول الفاعل من اكتف لباسف. طبعا لو انت ركست في زمن الجملة هنا هتلاقي ان ده ده زمن مضارع بسيط. مضارع بسيط. لما اجي احول المضارع البسيط ده اللي هو تصريف اول للفاعل لباسف باجيب له في المضارع. باجيب في نفس زمن الجملة اللي هو ده في نفس زمن الجملة. واجيب من عندي تصريف تل. فده تحويل المضارع البسيط لباسف ام و از و ار وتصريف تل. زكار مفرد يبقى تاخد از و اجد بتغسل كل يوم بيعل. يبقى حولت الجملة باسف مضارع بسيط اهو مبني للمجهول. اي جملة باعي تحاولها بنفس النمط كده يعني اي جملة عندك بتاخدها مونة مثلا كلينز زاروم افريدي. مونة بتنظف الغرفة كل يوم. دي ببساطة كده عشان تفهم الفكرة ده الفاعل وده الفاعل وده المفعول. يبقى انا دلوقتي حولت المضارع البسيط. في الامتحان ولا مطلوب مني احاول حاجة ولا في تحولاتي. الامتحان الجملة بتجدنا تشوز اختيارات. هيجول لك في الامتحان. خلي بالك من معنى الجملة وشو بدأ بمين? اوار اسكول ولا كلينز. از كلينينج ولا اس كلينت. فانت لو ركزت في المعنى هتلاقي ان مدرستنا بتتنظف في انت قلت ايه? بتتنظف كل يوم. هي المدرسة مش بتنظف نفسها يا جماعة. المدرسة بتتنظف. انا عايز هنا بسف. انا عايز مضارع بسيط بسف. المدرسة بتتنظف كل يوم. يبقى المدرسة اسكليند. ده المضارع البسيط بسف. لما اجه اشرح بقى يا ابني الاكتف والبسف. انا مش اخد بقى زمن زمن واعدة. لا خلاص بقى احنا فينا اللعبة. احنا بنعمل مقص بنجيب المفعول في الاول. ونجيب الفعل في الاخر. وقابليه كلمة باي بواسطة. يبقى الشغل كله ازاي يحول زمن الجملة. لازم تفهم ان زمن الجملة ده اي زمن بيتحول بحاجة اسمها هو ده اللي بيحول اي زمن تصريف تالي. هو ده ملخص الدرس كله. اهو. ان انا اجيب هتقول لها حاجات كسيرة ده عندنا عندنا وزوير. قالك لا. ما انت بتجيب متصرف في نفس زمن الجملة. يعني انت بتجيب فير بيتو بي. زي زمن الجملة بالزبط. يعني ما الجملة كان بريزن سيمبل مدارع بسيط. جبنا ام واز وار. عشان ده كده زمن الجملة مدارع بسيط. وجبنا تصريف تالت. اما لو زمن الجملة كان باست سيمبل ماضي بسيط. كنت هجيبه وزوير. كنت هجيبه وزوير وتصريف تالت. يبقى انا كل مرة بجيب فير بيتو بي. حسب زمن الجملة. واجيبه التصريف التالت. هو ده البسيط. فعايزك يا شباب تعملي جدول يبني بتاع تحويلات الازمنة. هو الدرس كله عبارة عن جدول. لازم الجدول ده بالروحة كده تركز فيه ازاي تحول اي زمن جملة. من اكتف اهو مستر انا هعمل الجدول ده كده واشتغل معيك. احول اي زمن. من اكتف انا عايز احوله لباسف. خلاص فيهمنا فكرة الجدول. فكرة الجدول الايمة على ان انا بعمل ايه? بحط فير بيتو بي. مناسبة لزمن الجملة. واجيب تصريف كده. تقص زي الشاطر كده مع نفسك يا ابني وتكتب بقى كل الازمنة اللي انت خدتها في سنوية عامة. اول زمن اول زمن مضارع بسيط. مستر المضارع البسيط ده اللي هو التصريف الاول. احوله باسف ازاي? اجيب في نفس زمن الجملة. يبقى اجيب حاجة اسمها ام از ار. ام از ار ده كده في المضارع. ومعه تصريف تل. امنا مستر لو زمن الجملة ماضي بسيط. نفس الكلام. خلاص بقى مشيت مع الجدول. هجيب في الماضي. هجيبه زوير. انا اللي هجيبه زوير من عندي. وهجيب تصريف تل. امنا مستر لو زمن الجملة كان مضارع تام. اهه مضارع التام. ده المضارع التام ده كان بيتكون من هاز اور هاف. والباست بارتسبه لتصريف تالت. ما كده ما فيش فير بتو بيه. عشان احوله باسف انا هعمل ايه بقى? قال لك ما انت لازم تجيب فير? يبقى تجيب هاز وهاف هي موجودة هي. هاز وهاف موجودة. بص هجيب مين? تجيب بين. ركز على بين دي وتصريف تالت. يبقى انت كده حولته باسف. يبقى البين دي هي اللي حولت المضارع التام لباسف. طبعا المضارع التام البرزنت بيرفكت هو هو الباست بيرفكت. الماضي التام هو هو الباست بيرفكت. بس الماضي التام ده هيبقى هاد. واجيب مع هاد كلمة اسمها بين والباست بارتسبه لتصريف تالت. يبقى الماضي التام والمضارع التام كلمة بين. اما انا مستر لو زمن الجملة حاجة اسمها بريزنت كونتينووس مضارع مستمر. انا عايز الطالب الشاطري بعارف الازمنة. مضارع مستمر يعني ام از ار بلاس الفيرب بلاس اي نش. ده المضارع المستمر العادي. مستر الباسف براحة كده مستر ام وزو ار. بص حت الجاية ده مستر اجيب كلمة اسمها بيينج اهي. وتصريف تالت هي ده تحول الباسف. مضارع مستمر باسف كلمة اسمها بيينج. زي وبالزبط هو نفس الكلام. الباست كونتينووس الماضي المستمر. باست كونتينووس ماضي مستمر. اللي احنا بس الفرن ده يبقى وزوير. وزوير بلاس الفيرب بلاس اي نشي. يبقى نرجع نقول وزوير اهو تاني مستر وزوير. بلاس بيينج بلاس بيينج بلاس الباست بارتسب تصريف تالي. طيب الناس الشطر نجمل الجدول. عندي فيوتشر سيمبل مستابع البسيط. كان لابني الناس الشطر عازك انت لتكمل الجدول والمصدر يبقى بص. والبي شاف في الصغيرة دي وتصريف تالت. بنكمل الجدول. طب افرد زمن الجملة للناس الشطرة. عندي زمن يا ابني اسمه فيوتشر بيرفكت. اسمع منك كده يلا. من شطر يفتكر معي الفيوتشر بيرفكت المستقبل التام. بيكون من ايه? مستر مش ده بيكون من ويل. ومعاها كلمة اسمها هاف والباست بارتسبل. لسه محطيتش فير بيتو بي انا عايزة حوله باسف. يبقى بيتحول بحاجة اسمها ويل. وحاجة اسمها هاف. وزودة مستر بين زي المضارع التام وزي الماضي التام. متصريف تالي. بص بقية سنة تالتة اهم حاجة في الجدول. والشغل كله يا ابني عندي في الدرس ده. اه لما يكون الجملة فيها فيه فيه لناقص كده. بلس الانفنتيف زي المصدر. هي دي فكرة كلها. اي فعل ناقص بنزله زي ما هو. فعل ناقص زي ما هو. واجيب كلمة اسمها بي سغيرها كده زي ويل. واجيب تصريف تالي. فركز لي في الافعال النقصة لو انت راجل شرطي ركز لي في افعال النقصة. اللي هي بنقول بقى كلمة ويل والباست بتاعها شد. كان والباست بتاعها كد. مي والباست بتاعها ميت. مصد وركز بقى حتة اللي جاية دي بص بقى مص بقى في عندي حاجة اسمها هاف تو. يجب ينبغي عليك دي افعال نقصة. والمفرد هاس تو. ماشا مستر. والماضي هات تو. بنعتبره افعال نقصة. وعندي كلمة اسمها اوت تو. يعني يجب زي الشوت كده. افعال نقصة. وعندي حاجة اسمها نيت تو. يحتاج. وكلمة اسمها وانت تو. يريد. وكلمة اسمها يوز دي تو. اعتدأ انت. وكلمة اسمها سيم تو. يبدو. كل دي افعال نقصة يا شباب. وممكن اجيب لك حاجة اسمها ام تو. يعني يجب. وحاجة اسمها اس تو. يعني يجب. وار تو يجب. ولما حطي فيرب تو بي. اللي هو ام ويز وار. واجيب بعدي جوينج تو يعني سوفة. ما هيدي افعال نقصة يا جماعة. اواجيب فيرب تو بي. اباوة تو. على وشك. اواجيب فيرب تو بي. سبوز دي تو. من المفترض. اواجيب فيرب تو بي. سجست تو. من المقترح. اواجيب فيرب تو بي. ادفايز دي تو. الله. كل دي لازم تحفظ يا شباب الكلام ده كله. كل الكلام ده بني نعتبره كانه قاعدة واحدة بنجيب نفس الفعل الناقص وتصريف تب. بص يا شباب الدرس ده كان زمان الاول كله تحولات. كان كله ري رايت. جيب لك الجملة في امتحان ويقول لك مثلا. زي. هاف بلد. انيو سكول. ان اوار تاون. هما بنوا خلاص مدرسة جديدة ببلدنا. وكان بيقول لك بن كسين استخدم بين. ده نصبتها زمان. طالب بقى الشاطر كان بيحول وكان الدرس بقى كله تحولات. ادي السبشيكت. ادي الفيرب. ادي الابشيكت. يبقى هبدأ بانيو سكول. انيو سكول مدرسة جديدة. دي مفردة مستر. يبقى نيو سكول هاز. وده مدارعة تامي بهااز بين بلد. باي زم. فيش بقى كلام ده دلوقتي خلاص. انت دلوقتي فهمت اللعبة. انت كل عندك اختيارات. انت دلوقتي بتعرى الجمله في امتحان. بعرف ان هي بس في ازاي من المعنى. لازم اترجم الجمله. لازم اشوف الجمله بدأ بالفاعل ولا بالمفعول. لما يقول لك في امتحان. خليك معايا كده. ماشي يا مستر. مفيش مشاكل. ما لها. الكرام في شفها على البلد. أو في كورة للا شفها. لذلك 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 في شفها. في عام لذلك 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 لذلك. يعني مفيش مشاكل الجمل. لاي من العربي. كده يظهر مفيش. ولا هات بين بيلت يبقى انت مبدلياً كده مصانعك تسير اتبنت شوف انت قلت ايه اتبنت حد بناها يبقى انت عايز باسف لما اقولك عايز باسف يبقى لازم هات السبعة بيلت دي مفيش فربتو بي بقى انت عايز فربتو بي وتصريف تالت طب ممسطر والبي بيلت اقولك ممتاز ده مستعبى المبني مجهول طب ممسطر طب ما في هات بين بيلت اقول لك ممتاز ده مضارع تام يا ابن بريزين بيرفكت طب ما فيه هات بين ده ماضي تام يبقى انا عندي تلاتة كده ينفعوا مبني للمجهول بس هرجع لكلمة مين كلمة دلة على المضارع التام يبقى هات بين بيلت مضارع تام مبني للمجهول بايب يبقى انت دلوقتي مطلوب منك تبقى انت فاهم الجملة ان دي باسف تفهمها يا جماعة لعنما اقول لك مثلا ايه زا فارمرز زا فارمرز اس بيس زا كروبس ناو اقول لك زا فارمرز يعني عند هنا يعني كوليكتد ولا ار بيينك كوليكتد ولا ار كوليكتينك ولا هاف بيين كوليكتد فطبعا هنا في طلبة بتمشي بالشبه يا جماعة اذا ده في كلمة ناو ده ناو دي كلمة دل على بريزنت كونتينواص مضارع مستمر روح مختار ار بيينك ده حول بقى احنا بيسميه حول ليه بقى لان ده مضارع مستمر مبني ماقول ماشي بس الجملة بيقول لك الفلاحين بيجمعوا المحاصيل الايه الفلاحين بيجمع لهم ايه ده مستر ده ده مش بسي في اصلا ده الفلاحين هم اللي بيجمعوا المحاصيل الان ده اكتف عادي ده جملة عادية يبقى هم كل ار كوليكتينج ان الجملة مش بسي ده الفلاحين بيجمعوا المحاصيل انما لو جاب نفس جملة لك زا كروبس المحاصيل بصوا بل فر اس بيس ناو المحاصيل بتجمع الان يبقى المحاصيل ار بيين كوليكتين بتجمع بتجمع. شو الفارق بقى? بتجمع ده بقى مبني للمجول. يبقى خلي بالك لازم تقرى الجملة وتحدد ان كان اكتف ولا بس. طبعا يا شباب انا شايف ان الازمينة المشهورة بتاعتنا خلاص بقى انتهت يعني ميجي في المتحان اخر السنة مرة في سمع ما قالك ايه? افطر زهاوس افطر زهاوس اس بيس. وي موفد انتو ات. الحاجات بقى المباشرة. افطر زهاوس بعد ما المنزل ده بانتد. ولا هاب بانتد. ولا هاب بانتد. ولا هاب بانتد. ولا ولا هاب بانتد. بانتد. فانا هنا يا شباب لما اجا بص يا ابني الجمل زي كده. الله بعد ما المنزل اتدهن. بعد ما المنزل اتدهن. ويموفد انتو ات. خلاص انت عارف القاعدة ان دي اسمع قاعدة افطر بيجي بعدها ماضي تام وادي ماضي بسيط. افطر ماضي تام ماضي بسيط. فعندي هاد بانتد ده ماضي تام. وهاد بانتد ماضي تام مبني للمجهول. فالمنزل اتدهن. يبقى هاد بانتد. بعد ما المنزل اتدهن. يبقى هاد بانتد. يبقى ده ماضي تام مبني للمجهول. فالجمل دي خلاص انتهت بقى سهلة قوي. الناس بتحل الجمل دي بسهولة. جمل دي كلها جمل سنوية عامة يا شباب. موبايل. فونز. از بيس اسمولر. ولا في الويل ميك. ولا ولا بي ميد. ولا هاف بين ميد. في المستقبل الموبايلات هتبقى هتتعمل اصغر هتصنع اصغر يبقى بس في لنهاية هتتعمل. فانا شايف ان الجمل دي مباشرة اكتر من لازم. انت جمل معروف. انه معنى هميني دلوقتي حاجات بقى الجديدة. الشغل بقى الجمل. التركيبات بقى الغريبة بتاعت افعال نقص ايه قولها في امتحان. زي. بلي. از بيس او وقال لك زي بلي. از سجست تو كانسل. ولا بي ينج. كانسلت. ولا بي. كانسلت. ولا كانسلت. فهنا ممكن الطالب يتوه شوية. فمش عافي حل. انما الشاطر يا مستر ما انت بتقول لي زي بلي المسرحية. از سجست تو من المقترح. من المقترح ان تلغى باي بواسطة الديريكتور المخرج. يا ما صحيح مش تلغي نفسها ما صحيح مقترح. فالطالب الشاطر قوي عارف اني از سجست تو دي من افعال النقصة. يبقى هي مقترح ان هي بي كانسلت. تلغى. من المقترح ان هي بي كانسلت يعني تلغى. فنخلي بقى يا شباب من الكلام ده المسرحية از سجست تو بي كانسلت. فانا عندي بقى الناس تركز في الكلام ده عشان يعني كام ده جي كتير قوي يعني هي از ادفايز دي تو. هي از ادفايز دي تو. از باي ادكتور. هو اتنصح ان هو يتشاف بواسطة الدكتور. فادفايز دو سي ولا سين بي سين ولا بينج سين. فهو اتنصح ان هو يتشاف. فهنا از ادفايز دي تو دي كده على بعضها بنعتبرها كانها افعال نقصة. يبقى بي سين ان هو يتشاف. فعايز الطالب الشرطة يركز معي في الاكتف والباسف انا عايز احل جمل كتير واشوف افكار وازمنة. الجمل اللي جات في سنوية عامة. هل الجمل في سنوية عامة لما كان بي تيكا بي تيكا سهلة ولا صعبة? ما برضو جمال ده بيفري معانا هي. الجمل دي ككلها دايما تيكي سهلة. يعني انت ببسيت لجمل سنوية عامة على الجرامر كل الجمل تقريبا ما فيش ولا مرة جات جملة صعبة. كلها جمل مباشرة. كلها جمل يعني موجودة. الا بقى في بقى ايه جمل بيدخلك درسين بقى في بعض بقى. حاجات بقى الحلوة بقى. يعني انا شايف ان الجمل الجميلة في الاكتف والباسف لما يدخلي درسين في بعض. يعني بيقول لي مسلا جملة جات مسلا يقول لك ايه بيبل اوبجيكت تو. اه دي جملة جميلة اوي. يعني يا مستر اوبجيكت يعني يحتج على يعترض على ايه بيس لايك انيميلز. يقول لك في امتحان بيبل اوبجيكت تو. يحتجوا على تريت ولا بي تريتد ولا بي تريتنج انا شاف ان دي جملة من الجمل الحلوة في الدرس ده. لان انت هنا بتدخل بقى عارف انت درسين فبعض. ازاي بقى? عايزة معلومة يكون انت تعرفها قبل كده بتقول لك ان كلمة اوبشيكتو دي يحتاج على بالرغم ان هي فيها تو الا ان هي بتاخد فيرب بلاس اي ان جي. دي معلومة سكون تعرفها. وهنا الناس بيحتاجوا انهم ما يتعاملوا. بص بقى الجملة بس في جات منين? يتعاملوا زي الحيوانات. يعني مش عايزين حد يعملوا زي ابانة مستر اختار بين جيت ريتل. بين جيت ريتل. فخلي بالك لازم بص الجملة تخلك درسين فبعض. فعزين نركز في الكلام ده عشان ده فيه جملة جميلة جدا. فيه جملة جميلة جدا محتاجة تركيز. فانا هناخد الدرس ده على كزا جزئيك عشان ما نتقولش في الفيديو ناس تزهق. فيا ريت لو عجبك الفيديو تدوس لايك وتعمل يعني شير لزمالك عشان كله استفاد. ولو عندك اي مشكلة في اي درس اكتبينها في التعليقات مشكلتك عشان نصورها لك. وان شاء الله نزلوك الجزء التاني بتاع الدرس ده على طول بعديها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.